اكدت قيادة خفر السواحل لاستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية في المناطق البحرية والساحلية بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل لعم ذلك في إطار تنفيذ القانون والنظام للتصدي للمخالفات البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين تأتي هذه الحملات في إطار الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على الثروة البحرية من خلال التأكد من التزام البحارة والصيادين بالقوانين والقارات المنظمة لعملية الصيد وصلاحية ترخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها للسفن الصغيرة بالإضافة إلى التأكد من توفر أدوات السلامة البحرية ومدى صلاحيتها والتحقق من سلامة إجراءات العاملين على هذه السفن نوهت قيادة خفر السواحل بالبحارة والهوى ضرورة التقايد بالأنظمة والقوانين حفاظا على الأمن البحري وضمان سلامة الجميع من مرتدي البحر مضيفة أنها اتخذت كافة الإجراءات الأمنية بحق المخالفين وذلك من خلال إحالة القضايا والمخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية ترجمة نانسي قنقر